موسيقى معكم بايجة لطفي انا واحد سيدة كانت تلك لي واحد وضربني وقطع لي ايدتي وستمع في المحكامة من بعدها حكموا علي 12 عام دي الحبس من حكموا علي 12 عام دي الحبس كان تفاجأ حكموا علي 12 عام دي الحبس و 30 مليون تعويض كحق المداني مع لي المبيا بارك في الدار حتى قمت بإحضار مباشرة لقد كانت تكلمت وخبرتني فاعدت المحكامة وعندما تطلب منك سماحة واني لا تنطلب منك وعندما قمت بانك كيف احكمت المحكامة التنفيذي قدمي حكمت لي سيدة 30 مليون وعندما تنفيذ وعندما تفاجأ وعندما تنفيذ أنه خارج عفو ملاكي أنا مشي ضد العفو الملاكي أنا كنت طالب غريب حقي غريب تعويض ديالي وأنتم ما كتشوفوا الحالة ديالي وأنا من بعدها مرضت من ورد ضربة من شحش لي العملية دال لي المرض دال لي سلطان في الدم بالمشكلة لديها من بعدها أنا كنت عاني فاتحة على المضارة على المصران كنت عاني لا إلا إلا يعني كنت سنة داك المدخول كنت سنة داك 30 مليون يعني كنت تعويض باش نشوف بها كيفاش ندير مع والدي مع ابا نتو ما كتشوفوا الحالة ديالي كده أنا مشي ضد العفو الملاكي أنا كنت طالب باب حقي كنت طالب باب 30 مليون ديالي حيث كانت سنة داك بزاودي الحويج بغام بزايفة احنا داك بفات الحاجر الصيحة يعني تم كتشوفوا الحالة يعني أنا ببال ياسني والدي صغير كيتمنى مني بزاودي الحويج أنا عندي الأمل فاني 30 مليون أنا من غتخرج ليا ندير باسكين الولدي ومن خليش بلاش يعني عندي آمن أنا بنعيش هي وضحاها كنت قصني انا بغارش عفو ملاكي أنا مشي ضد العفو الملاكي أنا كنت طلب من جللة المالك وكن طلب من ناس ومن محسنين يشوفوا من حالي أنا كنت طلب بتاع وديالي أنا راعدي ولد ومريدة عندي السلاطة وعيشة غمعة بباليازني ببرج الكبير تاو مريد عنده المرض المزمين عنده السكر حالي يعني لدى العمل يتوى لن يفو توجه داك السلاطة الميت ونفو رتحنا العالم بنا غلاء يعني كانت سنى ذاك المدخول ديالي الحكم ديالي ديال 30 مليون باش نشدها باش نكون بيها أنا وقال قل كل ما أعطاش لير قدر الصندوق أنا ويعطيها ليا ويتتابع قادائيا يتحكم عليه قل كل يتابع قادائيا أنا دبت بللي لو عاشي وضحاها كنتفاجأ أنه وخرج عفو ملاكي أنا مش يضد العفو الملاكي أنا بغيتها حقي هذا الشيء دبت هذا الشيء دبت حكمات علي المحكامة ب12 عام 30 مليون وغيرها ما ومدك شي جات بحل داروا لي العفو الملاكي احنا ما طلبنا العفو الملاكي دك شي الله اسمه ودبت تلاتين مليون ما أعطاش النوجة بحلتي يقول لها أنا أنا خرشاش قديتك السويس وطلعنا ونزلنا وأنا على قبل هذه الدرية أنا متقعد في الجيش ومريض وأسميته وعلى قبل هذه الدرية ما بيت نتجوج على قبلها على أولادي أسميته هي أنا عايشة مقابلها وتنشد واحد قادار قليل في الأنتريتو كارب 25 ألف ريه كل شهر ونخلصها ودكش كنت نبريكولي شوية مع المرض ووقفنا كل شهر ودبت تنطلب الله من جلالة المالك ومن أسميته وشوفه حالنا وحال الحال أسميته أنا أرى الغالب الله وكبرت ودير عمالي يهي دير أسميته وعندي القلب عندي صدر عندي مرض السكار تندق لبرا فاني عندي ثلاثين ألف ريال في الشهر عندي 150 ألف ريال ثلاث شهر في الفرماسيانة ديال الدوع اللي باري فانيد أنا أقول أنا أريكم مش حال ديال فانيد عندي وش حال ديال دوع شبدي كارتون ديال دوع فانيد هي باش عايش متنخورش تناكل شميته ودكش دراري وولادي واحد عسكري متقع سميته خدام شوية نوبا يدور معي نوبا ما يدورش لاخور خدامته وفي الزبالة بدكش النظافة نوبا ما يعطيني نوبا ما يعطيني وكاري نوبا ما يدورش نوبا ما يعد جى بلدو نوبا ما يدور وانا ما يدور كيف تجعف وملاكي وانه كان الناس اللي يخصوا ميت تعفى وانه بقي علي دين بقي علي 30 مليون انا ركن عيش في واحد الحالة افقر الفقارة الى فطرنا را ما نتغدوش الى تغدينا را ما نتعشوش الله اللي عالم انا ركني الناس اللي خصوهم يخرجوا اللي كيتسلوا باش يخرجوا بنسبة لي وابقع لي دين انا ركنتسنفدك الدين ديالي كيفش جو خرج ما ما فهمتش انا انتو ما كتشوفوا الحالة ديالي وعدي ولد وخصمي يساعدني كان طالب منكم تساندوني كان طالب من جلالة المالك يشوف من حالي ويشوف هاد دوسي ديالي وينصفني وكان طالب من المحسنين يوقفوا معي وينصفوني انتم ما كتشوفوا رايشين واحد الحالة اللي يورتلاء الله يبززك في خير عنا دابا مريض باسميته بسداره باسموت دير عمالية وكنت نعص السبيطار دابا هالكرا دابا عم ملدار وتي تساني الكرا من اسميت هاد العام كله وكان بايد عيني بقيت نطلفيه ورغبت ليه كل مرة نعطيك شوية بشوية واراو دابتين سنة قال لي انا راني اقدر مزير عاوني او خطعتين عاش شهرين او ثلت شهر وانا الغالب الله ودابا مع المرض واسميته راهاني مريح وكنت معاول على شي فلوس باش يجيوني ما زمجاني اتاع عاشق داكتز بجيني دربها هذي كان ربعين الالف ريال اما ما قد نخلص بها لادو لاما لاكرا هاته تشوف الغالب الله ربعين الالف ريال في الشهر لانا فيها وفيها عشر الالف ريال دير تريتا كنطلب من الناس المحسنين يوقفوا معايا ثم كتشوفوا الحالة ديالي ومريضة وعندي صلاة ودابا حاليا متبع مع طبيبة ديال المعدة باقي كان داوية عندها وانا خرجت لي اسكاري بكتر التحالي ليدر تقول شي ما باينش لها المرد انا نعود لك المشكل من الول انا يا دري عندي لازماتيك مريض ليا كان ديالي دكسيرو ديالفون طوليس دري كنت خدامي الله جيت من الخدمة دخلت لقيت الوليد الله يرحمه مسكينه دري مخنوق قلت لي اجري دري راه مريض رخصد ورسال ليس سيرو في تلك الزي اللي باين نهاز وولدي باش نشوفو قيلتو مغيب اهزتو قراتة بسير اعتمال لمشي اللي قراتة بسير اعتمال قلتو قلت لي قلتو قراتين اللي إيدي باينك اتقالوا قلتنى ليا قد ما نعرفوش قلتها قلت وولدي بحالكة وعودني بدرب أخرى الرأسي أنا المشكلة كنت غادر بولدي الصباطر حيث الولدي لازماتي كفرق الساعة كان في العمر دياله عام كان يعاني بالحساسية كان نأخذ السيرو ديال فونطوليس من كيساري السيرو ديال فونطوليس كانت توقف ضروري يخسنينها بطول سيديع ثماني ديال لكسيجين ويدقوا البراعاد من بعدها كان نأخذ السيرو حيث ما يمكنش نجي ونعطي السيرو وهو مخنوق أنا كان طلب من جلالة المالك ، ومرض exploration لكي يتوالك كانت تشاعروا مياه فالح Yugosco تم رفعاً كنتم رحبوا العلامية و которая لا يمكنها طالب من جلالة المالك هم المحسنين مما يتوالك ويكونوا يتم رحبوا الجلالة والأخير كان مرادة بقى عندزدوجzess جميع وهي مردي وتجينات الصدمة على لا إله إله لا حول ولا قوة إلا بالله